موسيقى عايزة نقل لك أقوال المتخصصين عشان أريح بالك وما تزعلش على بعض العلاقات اللي انتهت من حياتك ولا تبكي على اللبن المسكوب لأن في علاقات لو انتهت احمد ربنا لأن العلماء عندهم صنف من العلاقات كده اسمه العلاقات المرهقة فلو العلاقات دي انت مرت بها وانتهت يبقى ربنا بيريحك ما تحترش وما تشكش في نفسك وقالوا ان العلاقات دي على رأسها تلت أنواع من العلاقات لو انتهت احمد ربنا سبحانه وتعالى وكمل حياتك وتعلم انك انت ما يكونش فيك الصفة دي لعلا ربنا جابه في حياتك عشان يوريك قبح هذه الصفة علاقة الاولى اللي لو انتهت وهي مرهقة جدا هي علاقة الشخص البيع ايه البيع ده؟ البيع ده هو انسان بيعامل الناس كأنهم اشياء لي معاهم مصالح معينة انتهت المصلحة يسيبك انت انسان طيب ولا انت انسانة طيبة وحبيت الشخص ده ولا انت حبيت صديقك ده وفتحت له قلبك بس هو كان شايفك شيء وعنده منك غرض والغرض مرض العلماء قالوا كده سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لسيدنا كعب الكراضي يقول لا تصحب من خاطرك عنده على قدر حاجته فان انتهت حاجته انتهى خاطرك شوف خاطرك عندي على قد احتياجي منك خلصت الموضوع توكل على الله وكمل انا اشوف حد تاني اخذ مصلحتي منه هذا الانسان لو انتهت العلاقة معاه الحمد لله انها كت قصيرة او حتى طويلة لان الاستثمار في حب هذا الانسان تضيع وقت لانه هو كده كده شايفك شيء ياخذ منك مصلحة ويعوضك عن هذا الانسان ربك سبحانه وتعالى اللي قال على نفسه في القرآن أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه تحس كأنك خايف ان علاقتك بحد يتقطع سنتضيع لا ما تخافش ربنا يعوضك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه لا يا عم انا الوحيد اللي مش عايز علاقتك تتقطع معه هو ربنا سبحانه وتعالى فالبيع المصلح جده حمد لله انه هو خلصت مصلحته بدري بدري ومشي من حياتك الصنف التاني اللي لو انقطعت علاقتك بي وسابك في وسط الطريق تحمد ربنا وتكمل حياتك وتتعلم من التجربة سيء الظن ليه سيء الظن ده سيء الظن ده إنسان ممكن يبقى طيب جدا بس عنده تجارب سلبية كتيرة في حياته فبيدفعك فطورة التجارب دي دايما شاكك فيك دايما بيسألك ليه خرجت من غيري ليه كنت مبسوط وانت عارف ان انا متدايق ليه شفت صورتك على الفيسبوك مع حد وانا مش عارف مع زمتونيش معاك وليه ليه ليه انت دايما متهم وعايز تبرر علاقة مرهقة جدا كان سيدنا علي ابن ابي طالب كان يقول الشرير لا يرى الخير في الناس لأنه يراهم بطبعه هو بيشوف الناس بتجربة السابقة اللي فيها شر ومشاكل كتير وكان كونفوشيس الفيلسوف الصيني كان يقول كلمة حلو قوي يقولك الكريم يتشدد مع نفسه واما سيء السريرة يتشدد مع الآخرين انسان الطيب ممكن يسيء الظن في نفسه في حاجة معانا انا غلطت في الموضوع ده لكن يحسن الظن في الآخرين ويبقى طيب فالعلاقة اللي مليانة سوء ظن انت دايما فيها محتاج تشرح وده علاقة مرهقة جدا 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 وغالبا بتنقطع بسبب ان هو بيسيبك في وسط الطريق وانت مش فاهم ليه لان افكاره كتيرة وظنونه كتيرة وتواهماته عن اخطائك وانت قاعد لا بيك ولا عليك فلو انتهت العلاقة دي ابشر وخير ان شاء الله علاقة الثالثة المرهقة اللي لو سمحت ما تحترش لو خلصت من حياتك وما تحترش وتشك في نفسك وريح بالك كده هي علاقة الانسان اللي بيختار الاسهل بص المؤانسة تحتاجه الى مجانسة عشان ما فيه انس ما بيننا ونكمل بيه الحياة وفيه صداقة كده لازم ما فيه جناس فيه مجانسة يعني ايه مجانسة؟ يعني نحاول نقرب لبعض نقبل بعض باختلافاتنا لما نختلف نرعي اخطاء بعض بني ادمين مش ملايكة مش في الجنة على قلب رجل واحد لكن في بعضنا ما بيحبش الموضوع ده اول ما نختلف مع بعض يبيع يختار الاسهل على طول سما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحطمة ايه الحطمة؟ قال صلى الله عليه وسلم ان شر الرعاة الحطمة يعني واحد بيرعى الغنم مع عشرين غنمة كل ما غنمة تيمشي يمين كده مش على مزاجه ويمسكها يقوم هابدها في الأرض تموت فيرجع آخر النهار معه شغل تياته اربعة فصاحبنا صاحبك ده اللي باعك في وسط الطريق عشان اختلفته في موضوع كده اختيار سياسي ولا رياضي ولا ايان كان فباع عشلة العمر كلها وما دخلش معك في نقاش راقي حطم العلاقة او على فكرة فيه ناس بتبيع لما بيخش حياتهم ناس تانية مش راضية عنك دي عند الشباب الصغير شوي ايه شلة تانية كده ايه انت ما تعجبهم مش فيبيعك ويروح مع الشلة التانية تعارف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل الموضوع ده في حياته بس بقى ايه في مسألة فاصلة فاصحابه البسطاء اغنية ابو جاهل وكبار صناديد قريش قالوا لسيدنا النبي انت عايزنا نؤمن معاك طيب احنا هنجيلك بس تطرد الغلاب احنا مش هنقعد معاك فقعد فيها فقراء فنزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال لهم اتفضلوا عايزين تيجوا انا قاعد مع بلال وعمار اصحابي ابو سطاء بس على دماغنا من فوق يا اما ما تجوش براحتكم قالوا طب خلاص تعال انت المجلس بتاعنا واحنا هنؤمن معاك وندعمك وحاجة يعني ايه شوف الاسهل انك تروح مع الاغنية لكن سيدنا النبي مش كده عليه الصلاة والسلام دول عينية اصحابه فينزل القرآن لما قالوا له تعالوا سبهم من غيرهم تجيلنا مجلسنا قال تعالوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن اتفضلوا القعدة بتاعتنا فيها الناس الطيبة والغلابة والبسطاء والاغنية كلنا واحد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ففكرة ان حد يستسهل ويبيعك عشان حاجة تانية في الحياة او عشان اختلافتم مع بعض انت بتتعلم انت فقدش الثقة في نفسك ما تحترش انا اعرف اتنين اتطلقوا عشان الست مش رادية تنزل تقعد معاه على القهوة هو عايز يقعد شايشة على القهوة هي مش بتحب قادة القهوة بتحس انها مش مريحة ومش مناسبة بالنسبة لتربيتها خلاص روحي بقى عند اهلك وانا وقعد مع صحابي على القهوة بسرعة جدا كده عشان قعدة بيحبها يبيعها فالشخص البيع او الشخص سيء الظنة او الشخص اللي بيستسهل ومش عايز يدفع تمن العلاقة والصداقة والمؤانسة اتطمن ما تحترش انت ماشي صح واللي بيسقط ده نصيبه